اشتركوا في القناة واجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاستقبال أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعى لأسرتين الشهدين عن خالص التعازي وأصادق الموسى لاستشهاد أبنائهم الأبرار أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة داعيا جللتها الله عز وجل أن يتغمد الشهدين بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمنى على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل سائلنا الله جلت قدرته الرحمة والمغفرة لجميع الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن أوطاننا بكل بسالة وشجاعة مؤكدا جللتها يده الله أن كل شهيد من هؤلاء الأبطال هو شهيد لكل بيت بحريني وأن أسر الشهداء ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية وعرب جلالة الملك المعظم القائد العلى للقوات المسلحة حفظه الله عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدمته من اسعافات وعناية طبية للمصابين إثر الحادث العدواني الغادر كما رفع أهالي الشهدين بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على تعازي ومواساة جلالته لهم ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة وطول العمر وأن يجعله دائما دخرا وفخرا لمملكة البحرين وشعبها الوفية معربين عن اعتزازهم وفخرهم بأبنائهم الشهداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة